في أجواء تبعث على التفاؤل وبعد خطابات متتالية أقل ما يقال عنها أنها متشددة ومهددة لمصاري فيانا انطلقت اليوم في العاصمة السويسرية سابع جوالات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي قال عنها كبير المفاوضين الإيرانيين إن الضغوطات الأمريكية ستعقد الوضع وتصعب إحياء اتفاق لزان نعرب عن تفاؤلنا من جلسة مفاوضات فيينا اليوم ومن الضروري أن يكون رفع جميع العقوبات أولوية في المفاوضات وإذا استمرت سياسة الضغوط الأمريكية القصوى فإن إحياء الاتفاق سيكون أمرا صعبا بدوره أعرب منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا عن تفاؤله من الأجواء التي جرت فيها الجلسة الأولى وعن الجدية التي أظهرتها طهران في الحوار أشعر بتفاؤل كبير إذا أما شاهدته في اجتماعي اليوم وهناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في التحاور بجدية سنناقش الإصرار الإيرانية على رفع العقوبات لاحقا وستكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين وسيتم البناء على ما تحقق خلال الجولات الستة الماضية وعلى الرغم من نسب التفاؤل التي ارتفعت بمناسبة الجلسة الأولى من الجولة السابعة من مفاوضات فيينا فإن ديبلوماسيين غربيين يحذرون من أن الوقت بدأ ينفذ ولا يتحمل مزيدا من التأخير فإيران استفادت كثيرا من فسخ اتفاق لزانا وصارت قاب قوسين أو أدنى من تصنيع سلاحها النووية